التالتا. طيب عايز افكرك chancellor problem solving يعني واحد بيحل مشاكل. الموضوع ملهوش علاقة بالانجليزي وقي يستخدموا مباين. في ناس كتير بتشتكي تقول المسألة بالانجليزي. انا مش عارف افهم. انا معاف احل. هو ليه كده. انتوا قايلين في الموقع ان الانجليزي مش مهم. هو الانجليزي مش مهم فعلا هو problem solving يعني انسان بيقدر يحل المشاكل. الموضوع الليه علاقة بالمفهومية اكتر ما يكون ليه علاقة بالعلم اللي عندك يعني أنا عايز ناس بتفهم ناس أسكية هي دي الناس اللي بتشتغل في جمالتك مش مهم ان انت بقى تكون عندك معلومات كتير لان ما فيش حد في الحياة العملية بيجي يقول لك سمع يعني انت لما تروح مثلا تشتري من سوبر ماركت مش بتقول للرجل في السوبر ماركت لو سمحت تسمعلي اللي انت فاهمه لا انت عايز تشتري حاجة لو الرجل بيعرف يتعامل معك وفاهم انت عايز ايه وبيعرف يتعامل معك كويس وبيديلك الحاجة وبيتحك في وشك مثلا فانت بتتبسط وبتشتري فبيكسب الناس اللي بتفهم هي اللي بتكسب انما مجرد ان انت يكون عندك معلومات كتير ده مش سبب كافي ان انت تكسب وفيه ناس كتير معهم ماجستير ودكتوراه وتلاقي حياته صعبة ومش قادر يكسب من المعلومات اللي عندي كلها فالموضوع ليه علاقة بالمفهمية اكتر ما هو ليه علاقة بكمية المعلومات اللي عندك مش هو ده اللي احنا عايزينه دلوقتي احنا عايزين ناس بتفهم طيب فاحنا اتفقنا قبل كده ان المسائل السهلة اقدر افهمها من الامبوت والاوتبوت فانا مش هقرأ ولا كلمة من اللي مكتوبة انا هنزل على طول على الامبوت والاوتبوت بص هنا الامبوت بيقول رقم 25 والاوتبوت عبارة عن ايه؟ عبارة عن جملة حتى لو انا مش فهم ولا كلمة في الجملة دي انا باعرفش انجليزي خالص انا هتصرف يعني كاني واحد مش عارف انجليزي فبص هنا الجملة كلها في الاخر فيها رقم 25 يبقى اليوزر كتب 25 في الامبوت انا طبع طلب له جملة وفي نص الجملة فيه رقم 25 بالمفهومية كده من غير مقرأ ولا كلمة انجليزي بالمفهومية اليوزر هيكتب لي رقم ايا كان ايه الرقم ده انا هطبع الجملة دي وفيها نفس الرقم الي اليوزر كتبه طيب بالبرمجة اللي احنا تعلمناها هعمل ايه؟ هعمل variable واسميه اي حاجة احنا طبعا هنا نسمينه number of nationalities لان من الشروط بتاعت الناس اللي بتشتغل في سوق العمل ان ال variable يكون اسمه يدل على المعلومة اللي جواه فانا هنا لو قريت المسألة حفهم ان هو بيتكلم على عدد الجنسيات اللي موجودة داخل جمالتك فبيقول مثلا ان الجنسيات 25 طبعا ده مثال مش الحقيقة الحقيقة ان جمالتك فيها جنسيات اكتر من كده لكن هو بيتكلم على اللي موجود كمسألة يعني هو بيديلك مسألة عشان تعرف تحلها فبيديلك ارقام كده اي حاجة وخلاص انا مش مهم عندي ايه الرقم المهم ان ايا كان الرقم الي بيتكتب هنا انا لازم اكتبه في الاوتبوت طيب فانا عملت الانتجر بتاعي عملت number of nationalities بس انا مش عارف ايه القيمة بقى انا مش حكتب القيمة الحقيقية انا مستاني اليوزر هو اللي يكتب فحعمل printf اقول اليوزر enter the number of different nationalities قللي عدد الجنسيات اللي موجودة وبعد ما يكتب الرقم هعمل scanf للرقم واسجله في نفس الفاريبل بتاعنا وبعدين هطبع بقى الاوتبوت اللي هو in this department جمالتك celebrates diversity with percentage d الرقم الي اليوزر دخله وكتبت اسم الفاريبل هنا يبقى بالمفهومية كده من غير ما نفهم المسألة كلها انا حتى لو ما معرفش ولا كلمة انجليزي انا بس هبص كده على الاوتبوت والاوتبوت هقدر افهم المسألة دي عايزة ايه مفكرك تاني ان انت بتجبر في الحياة وبتاخد مناصب وبتكسب فلوس اكتر حسب عدد المشاكل اللي انت بتقدر تحلها في الوقت الواحد حسب عدد المشاكل اللي بتقدر تحلها في نفس اليوم لو انت بتتعب من المشاكل وبيجي لك احباط صعب قوي ان انت تترقى وتجبر في حياتك فلازم تعمل ايه لازم ان انت تحاول مهما كان الموضوع صعب انا عارف ان في الاول كان صعب وانا طبعا مش بقول لكم كده وانا كنت جامد وبتاعنا برضو وانا بتعلم كان الموضوع بالنسبة لي صعب واوقات كتير كنت بقف يعني اوقات كتير كنت باجي عند مسألة بحس انها صعبة قوي فمش بعرف اكمل وبقفل الكتاب وبقفل الكمبيوتر ومش بحل وضيع يوم وضيع اثنين وضيع تلاتة عشان انا عارف ان انا مش هعرف احلها فده كان بيضيع مني وقت كبير جدا ده حاجة مش صح يعني بعد الزمن هما عدة انا بقول لك ده حاجة مش صح الصح ايه الصح ان لو مسألة صعبة ومش عارف اعمل ايه انا هحاول ان انا افهمها وحاول على قد ما اقدر احلها لان شغلتي اللي انا بتمرن عليه مش المسألة انا بتمرن على حاجة اسمها problem solving انا شغلتي ان انا اعرف احل مشاكل كتير وما تعرفش من المشاكل كل ما انا اقدر احل مشاكل اكتر كل ما انا هكون انسان احسن بعد كده وحترقى اكتر وحكسب اكتر دي حاجة مهمة قوي ان انا اتعلمها